لم تكن زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الهيان إلى العراق إلا انعكاساً لقلق طهران من القوانين الأمريكية الجديدة الخاصة بالعراق والتي تحد من تهريب الدولار إلى إيران هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية التقارير أكدت أن إيران تريد إيجاد حل لتعيد إرسال الدولارات إليها بعدما فرضت إزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدة بنوك عراقية من ضمنها مصارف مقربة من طهران بسبب اتهامها بتهريب دولارات وغسيل أموال لصالح النظام الإيراني وفي ذات السياق أكدت وكالة السوشيت تبريس مؤخراً أن واشنطن تقيد وصول العراق إلى دولاراته منذ أشهر وتحاول القضاء على ما يوصف بأنه غسيل أموال يتفشى لصالح النظام الإيراني وفي بداية الشهر الحالي كشفت تقارير الصحفية معلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في فيلق القدس المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية بالوكالة عن الحرس الثوري الإيراني حيث أكد المصدر أن الفيلق يهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات الحارس الثوري في إيران تهرب إذن دولارات العراقيين للنظام الإيراني لدعمه وتقوية اقتصاده المتهالك والمحاصر بالعقوبات في وقت يعاني العراقيون من انهيار قيمة الدينار العراقي وتضخم الأسعار وكأن الحكومة المتعقبة في العراق لا يهمها سوى مصطحة نظام ملالي في طهران وإن كان على حساب العراقي وشعبه